موسيقى 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 قرأت الواجسين لوف أفضل عمضة الافادة التاعنا ونقدموا الافادة للمشاهد بالامور اللي نقدروا عليها الفيديو هذا ممكن يطول شوية استمحوا لي ولكن كان نقاط يعني خطيرة ونقاط لي باش تفهموا القضية كاملة ورا هي رايحة والقضية كيفاش كيفاش منين تبدأ هادو السبب الجواب الجواب على السؤال ركو تشوفوا هادوهما اللغز اللغز هادوهما باش نبدأ لكم باللغز هادوهما تبدأ الحكاية من شوارع فرنسا تبدأ الحكاية من شوارع فرنسا لما يكون اللاعب الصغير في عمره ومبعد يروحوا هادو الهدرة اللي راني نهدرها لكم ما رانيش نهدرها من راسي او تخيولات ما راح نجيب لكم ادلة اللي الهدرة هادية راح تشوفوها الحكاية تعل موضوع هادايا باش بديت نبحث فيه عندو تقريبا واقل واحد ستشارو اللي بدت في الحكاية تعرياض محرز والمناجر تاعو واسمو جورابيشان هاداك الايراني هاداك اللي كان عندو دخل في هادا شكون هادايا اللي فاشل وماقدرش يدهل وكما قولو الاندية وكذا ورياض محرز ما راه 며ه وشكون هادا الماناجر دخلت بحك تلقينا باللي رياض محرز كان عندو الماناجر جورابيشان ومبعد ما وراها ياخي عود درت لكم فيديو كي ما راكوا تشوفو قلت لكم باللي رياض محرز عراه ونحا صامي بليزير ومبعد بقى مده بلا مناجر حيارت ني كيفاش هادا اللاعب بدون مناجر بدون وين تدخل الصفحة بحث بحث ما كانش مناجر. بقيت حاير وبعد بعد مدة بحث 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 حتى لقيت بلي عنده كامل جوغام وبعد ظهرت بلي كامل جوغام ملو ولو هو عنده ولكن كان مسني مع شركة واحدة اخرى. دقا راكوا فهمتوا الموضوع هدا يا ولا عيبين تواعنا تقريبا كاراو مقدار. راكوا تشوفوا اللاعبين تواعنا هنا يا وراهوا داخل معاهم نقول لكم على جدخلت القاضية نقولوا كانتي في الموضوع هدا يا. راكوا تشوفوا اللاعبين تاعنا في البروفيل تاحهم بدون مناجر بدون مناجر. ومع العلم انهم كلهم عندهم دي مناجر. فهمتوا القاضية الغمض والراه ورايح والقاضية بدأت تمشي. لحقنا كما قولوا كامل جوغام هدا يا اللي قلت لكم انسان مخفي. ماناجر بالصحة انسان مخفي. راكوا تشوفوا الصفحة تاعوا اللي هنا يا. هدا هي كما ي Bangshary tem Body , شوفوا كما يسموا ااء عام اي اغام اين كثبي على بلك الموضوع ما فوزي غلم من тон육 منةجر خورخيمانداز كيت دخل فوزي غولم تحقي خورخيمانداز كيت دخل الشركة خورخيمانداز تحقي اللاعبين اللي راهو دايرهم خورخيمانداز 4hr echt 140 لاعب تدخل بارไดهم快e قرر محمد محمد فارس واسموه مينورايولا معروف هو مزوج بصح الموضوع التعناه ما راهوش هنا كي تدخل لهذا يا مينورايولا تدقى اللاعبين بصحتي تدخل كامل جوجم ما تلقاش لا تصويرتو مكتوب غير اسم الشركة نميرو التليفون ونميرو التليفون تاع الجزائر اللي تعارفوا بلي كامل جوجم يعني عندو ناس راه يتخدم معه في الجزائر عندو ديمانا جل رام يخدموا معه في الجزائر وانما انوار رانا داخلين في الموضوع هذا يا باش نفهمكم الشك التائره يقول انوار نبدو في القضية باش ما نطوش عليكم لان الموضوع جد معاقل البداية تبدأ من شوارع فرنسا شوارع فرنسا هادية اللاعبين هادوما شوفوا نخليكم حتى رياض محرز هاوليف كي كان في شوارع فرنسا تبدأ القضية ملتم ما القضية قضية سماصرة كيفاش باش نحقوا كيفاش وصل كامل بن جوجم او بعض الوكالة المناصب اللي لهم فيها دقان بدأوا كيفاش بدأت الحكاية مزيرو باش تعارفوا وراه الاشكال في هادو قضيات اللاعبين الجزائريين ومشغل اللاعبين الجزائريين اللاعبين الافاريقة بمعنى خاص اللاعبين الاجانب الموجودين في فرنسا شوفوا خوتي في شوارع فرنسا اللاعبين سماصرة هادوما اللي يخدموا مع وكالاء اللي داخل الفرنسا وكالاء هادو وكالاء معهم صريحات فواحد سمصار تجارة واللي كي ما قلوو الرياضة تجارة في فرنسا كان امور اللي راهي تصرر مش غير في الرياضة في امور واحد اخرى العقلية شتول مونطاليتي اللي راهي تصرر في الزائر راهي تصرر في فرنسا بس حتى تطوروا اموال تبير على اللي راهي تصرر في الجزائر نفس الشيء واللي راه ما عايشين في فرنسا واللي راه ما عايشين في اوروبا يعرفوا كل بلاد يخدموا واحد اللي يترافي كما الرواسة اللي عايشين في لانمان ومولودين في لانمان كيمة تاوعنا كيمة فهمتوا كل واحد وكيفاش كل واحد يعني بلابش ما ندخلوش في تجاريحات بارك فهمتوا بومش الكل ولكن الاموال الناس تبزنز 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 فهمتوا هادي الغاشقة على بالو بها فاللاعبين كيكونوا صغار يروحوا يلعبوا الواحد الاماكن هادو ما في اوروبا عندهم اماكن تعمل الاسطاد هاكدا صغار يلعبوا فيهم اللاعبين وكاي الناس يروحوا يفيزيوا لجوار باش يجيبوهم يشوفوا جوار يعجبهم يشوفوا فيه اللي قالت يكدا منه يبدوا يتفاوضوا مع والدي كدا منه هم مش دي ماناجر هم اسماصرة فهمتوا هاي كيفاش بدت الحكاية وهات اسماصرة كبروا بشوية 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 فهمتوا وش عباش نجيكم وراح نعطيكم بالدليل بالكتيبة بالجرائ فلانسية وكلش فهنايا يصيدوا اللاعبين هادو ما ويعيض الاسماصر هادا كراني او كين واحد جوار ان يشتوه في المنطقة الفلانية عنده ضالون كدا منه هادك هادك الماناجر تاني كرانو مخفي يشوفوا يجيب له لي فيديوتاو كيما شتوا فيديوتا عرياض محرز كيما كان فيديوهات بزاف كدا منه يدي هادك الماناجر يبيحولوا يدي تيبا معاه هادك الماناجر يروح يلسقوا في كاشنادي ويدي تيبا فهمتوا الحكاية ورايو هاد السماصرة كبروا كبروا ولو دي ماناج ماناجر وراح نعطي لكم واحد القاضية باش تفهموا مانش حيبنطول الفيديو بصح الفيديو يعني ما شوفوا نعطي لكم شوفوا هادا كريم اكلي او كريم عقيليل مكتوب على الحساب اللي هنا هادي صاحفة تلخص لكم الموضوع كامل وندخلو في قضية نقولو كانتي العنوان تح يقول لك كريم عقيليل او الراجل الذي يهز عالم وكلاء اللاعبين ما فيها يعني تقريبا ما فيها يعني فيها تبا إذا كان كريم عقيليل يتعامل اليوم مع أكبر الأندية الفرنسية فهو ليس بالإجماع في عالمه كلا لاعبي كورة القادم بالعربية باش منطهوش الفيديو راي واضحة يقول لك وصل المهنة عام 2004 كريم عقيليل هو اليوم رجل يحسب وسط العملاء اللاعبين لكنه يزعج عندما يدخل مثل هذه البيئة المغلقة لا يملك الإنسان إذنان ما عنده استصرح وراه داير حالا قال لك مع ذلك هذا لا يمنعه حتى ما عنده استصرح لا يمنعه من الصيد الجائر لكريم زياني وإليوت هذا يا جراندين وحتى مامادو نيانغ هذا يا لعبي اللي كان يسيد فيهم قال لك اليوم كريم عقيليل يشرح قضية في بروفانس هذه قال الرجل الذي وقع مع بوردو وسليمان أدركت أنني مزعج أكثر نظرا أيضا في قضية للاشتباه في أنه يمارس المهنة بشكل غير قانوني ثم رفع شكوى إلى المدعي العام لمارسيليا الصيف الماضي يحاول الاحتياط الفيدرالي هنا إرباك من يعمل كمرشح له أي الذي يحمل رخصة الواكيل ويوقع المستندات الرسمية بدلا عن كريم عقيقيل بديتوا تفهموا الموضوع واللاعبين تعنا أغلبهم عندهم نبوكالة كما هذو هذا المرشح هو أحد الشركاء في شركة دي دي جيرارد تسمح هذه الشركة واسمها غلين سبورت هذية باستخدام رخصة موظفه دون خوف من الإجراءات القانونية فهمتوا يا ناس بل اللاعبين تواعنا اللي ركوا تشوفوا فيهم بدون مناجر هذو هما لي مناجر تاحهم اللي ما عندهم شكين ما نقولوا ما عندهم شرخصة انتم ما كامل قوغم هذة يا الصفحة التاع وفرغة ما عندهم حتى لايب سبا نورمال ما سبا وش كاين علاش 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 فهمتوا بس سب باش القيناه باللي هو المناجر تعرياض محرز بس سب باش القيناه شوفوا فهمتوا باللي الوكالة هذو ما اللي ما عندهم شرخصة ولو كلا هذو ما الصفاصرة وكده اللي كبروا ولو عندهم دراهم ولو عندهم لاعبين بزاف ولو يتعاملوا مع عندي يا انجليزية ولو كده واشو اللي يديروا باش يمشوا باش يقدروا يخدموا يوقعوا اللاعب مع شركات واحدة اخرى يعني تلقى اللاعب باريكزون بل كيما اللاعبين اللي ركوا تشوفوا فيهم من هنا يا جزائريين تلقى عنده باللي رهم شارك مع شركة وهذه هي المناجر تعوه وانما في الامر الواقع كيما قتلكم واحدة المرة وانما في الامر الواقع راهم عواكيل واحدة اخر وراهم سنيين في شركة واحدة اخرى وردكم دخلكم في القاضية تعكانتي باش تفهموا لي انجاني من الغمق طبعا اللي كامل بن قوقع مناجر تعريض المحلس هو المناجر تعكانتي وزدخلت وبحث زاد سهلي مش زاد سهلي زاد عطاني نقطة في هاد الموضوع اللي كما قولوا اللي طولت فيه حتى هو انما الحمد لله لقيت الادلة التابتة فهنا ايوشي ديرو اللاعبين باريكزون بل كيما واسمو عيسى مندي عيسى مندي تلقى باريكزون بل لادو ندخلو في الموضوع هدا نحكي لكم على كانتي نقولوا كانتي هادا يا شوفوا الجاردة هادية الفلنسية او الموقع هادا وشيحكي عليه دركم غير ملخص كان من المقرر ان تحصل الشركة على رسوم حقوق الصورة الخاصة به معافات من الضرائب والسؤال الوحيد الذي يبقى هو لماذا لم يحصل شركة الافورش هادية الاصلية يعني على الاموال ليس يعني على الاموال هادا الاصلية يعني شوفوا اشي يقول لك احنا يحكي لك على الوكلة يقول لك ليس لديه خبرة انه مجرد يحدث غالبا شخص في حاشيات في حاشية يصبح اللاعبون اقرب الى الاشخاص الذين يعرفونهم هادا يحكيوا على فلنسا شوارع فلنسا ما قال مليح غير الدخل وقراوها فهمتو قال لك عندما كانوا اصغر سنا هذه هي اللي قلت لكم تبدأ من شوارع فلنسا الحكاية تبدأ لهنا لان قولوا كانت تصرى مشكل في القضية او نهر ما يتبع لشالسي باش تفهموا علاش المشاكل اللي راه يتصرى في اللاعبين تعنا فهمتو قال لك عندما كان اصغر سنا في نفسه البيئة او يقاعون في حبهم يعني يطيحوا في الناس اللي كما قولوا يحبوهم اللي يحسبوا ويعتقدوا ان انهم فيها في وضع افضل لرعاية مصالح اللاعب يعني كالناس مش سماسرا ومبعد خلاص حتى ولو حسبين روحهم دي ماناجر هادي هي اللي راه يصاريا في اللاعبين تع المتخبت تعنا يعني كان سماسرا بزدف في فرنسا اللي راه يصيدو لزيميغري وليزيميغري اغلبيتهم قاع راه عهد سماسرا وهو ملوك لأتحهم الا اللي هرب منهم هادا ما كان فهمتو قال لك اللي راه شوفوا قال لك شا هذا عقد كانتي مع ليستر سيتي حصوله على راتب سنوي قدره واحد فاصل ستة مليون وعمولة وكالاء بقيمة مية وستين الف يورو ومين الغريب ان هذه الاموال لم تمنح لغريغوري داكاد الذي يمتل ليستر ولا لمستشار اللاعب الجديد عبد الكريم دويس وبدلا من ذلك ذهبت الى شركة يملكوها كامال بن جوغام وكيل رياض محرز هل اعادة بن جوغام توزيع الاموال على العاملين لم يرد احد على هذا التعليق فهمتو القضية كيفاش في هات بزنيس فيها واحد طرافيق فيها واحد فهمتو هاد الامور اللي يخلوون الانديا تهرب هاد الامور اللي يخلوون الانديا باركزمب تشوف انت لاعب باركزمب او مشترك بهات الشركة الفولانية علي بلكم القصة طاعة براهيمي كيف حصرت له وابراهيمي كانت باير تجري مورا وسمعت باللي كانت برشلونة حبة تدي والقضية تاعه قال لك انه شركة رهي داخلها كثالت فهمتو يعني ابراهيمي والواكيد تاعه والنادي وشركة كثالت اللي بوزت صفقة الكل لي عرفوا القضية والقضية هاد هي اللي راي تمشي وقضية نقول وكانت راكو سمعتو باللي فيها واحدة وكيفاش هاد الواكيد تاعه بشح الأخر اللي اددرهاهم فهمتو باللي الواكالاء هادو ما ليراكو تشوفوا اللاعبين تانا بيدون وواكيل هادو هادو هما الواكالات تاحهم وكي تشوفوا اللاعبين تانا عندهم شركات مشي هم الشركات هادوك هم الوكالات تاحهم كائن واكيل مخفي اللي جابوهم فرنسا وباعوهم وكدا 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 يسنيوا كونترا مع شركات بشي قدروا يمشوا الحالة فهمتوا يسنيوا شركات ويعطوا للشركة 50% فهنايا من دكتصر امور غير يعني ما يتفهموش في ثلاثة النادي يحب يبيع اللاعب للنادي الفولاني والماناجر واللاعب الاصلي هادك اللي مخبي يحبونا ورم تفهمين مع نادي واحد اخر والشركة تحوس على الاموال التاحة الشركة ما يهمهاش اللاعب وما يهمهاش الواكيل تاعه ورقم سني معا عندي خمسين برمية انا اننا نجي معا النادي يروح يسنيوا عقب فهمتوا الموضوع والرقب يفعش النادي يسني عقب تلاعب بون لاعب ما زال ما سنيهاش لانه اخدا رخصة من الشركة اللي راه عنده باش تفهموا الامور وراه رايحة وصارت مع دروقبا هذي القاضية تع دروقبا ودروقبا واحد من اللي في فرنسا وعنده الوكالة هادوما اللي تشالسي شرعت دروقبا من النادي بدون علم دروقبا وعلى بانكم بها لان القاضية تقريبا تكون نفس الحكاية انه دروقبا كان عنده واكيل مخفي واذاك الواكيل مخفي مسجلوا على شركة كأنها هي الوكيل تاعه دروقبا شركة هادية تفهمت مع النادي مع تشالسي مع النادي اللي كان في مارسيليا بللي اوكين بيقوا هالشاسي لان الشركة هادية متحوش تفهم الشركة هادية على بلها غدوة من الغدوة يفسخ العقد التحاكمة رياض محرز معه وسمه معه كامل بن قوغان كان ملصقوا مع شركاتها الايراني هاداك يغطم شربك يهرب من عندك ما يجبتش فهمتوا علش من عندك يشوفوا لعبين تاعوا لعب هذا يطير يطير كيفاش الاندية ما هاتمنش بها تسمعوا باللي اندية هاتمتوا بعد جبتت روحها هاتمتوا لعب كاين شربيك اللي يراهم كاين اندية تخاص تدخل في امور كيما هادية كاين النادي باريكزونب كيما لاتزيو باريكزونب راحوا عجبهم محمد فارس راحوا جابوا عنده واكيل واحد مشهور ومعروف مشي مخبي كيما راكو تشوفوا اللي هنا يا الواكيل اللي تعتمد عليه الواكيل اللي توقف وصاب في بليزر تيح معاك كيما رونالدو الواكيل اللي يوقف معاك يجي معاك الحفالات مشي مخبي وكاتبك على اسم شركة واحد اخرى فهمتوا القاضية وراهي رايحها القاضية راهي اكبر مما تتصوروا قاضية سماسرة وكبروا قاضية هادية سماسرة وكبروا هم شدين اللاعبين تعالى المنتخب وانما اللاعبين الجزائريين كعموما فهمتوا القاضية والله رايحة وكل اعمال بدون صورة وموقع يعني شي حير يعني فهمتوا يسجلك على شركة ومبدتوا اللي انت حاصل فهمتوا صارت براهيمي براهيمي قالوا حفي قاطر خطوني خطوني قال لهم خطوني درتوا لي واحد المشاكل ما قدرش قعمس كني تحرك السنة حتى يخلاص العقدة تتاعوا ضيعتوا لي المستقبل التاعي تلت سنين نورمان مورانيت بعد ضيعت تلت سنة حتى ينتهى العقدة تاعي رح دقا نجيبها انا ينحوص عدراهم ضيعتوا لي المستقبل التاعي فهمتوا القاضية غدوة من غدوة تشوب بنا راح ما يلعب في قاطر تشوب عيسى مندي يلعب في قاطر عيسى مندي القاضية تتعوتها ليفر بول في فاشمة تفاهموش عليها وصلوا 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 وبعد طب اللي بيربول جبدت لي ومورها سمعنا بلي عيسى مندي غير للماناجر داعو فهمتوا بلي القاضية تعلية مناجر دي السماصر اللي راهم يخدمو تحت الخاطع لي مناجر هادو ما اللي راهم محطمين اللاعبين ونتمنى كين اللاعبين فى المنتخب اللي مساكن شافوا بايك زومبر رياض محرز عندهم مناجر هادا كده المانشيستر سيتي معل بانهم شوش صرا رياض محرز كان راح يروح الارسونال رياض محرز كان متافق معه هادو هادو هما اسباب اللاعبين يعني انا كلاعب كين ما راكوا تشوفوا رونادو نتمنى انو المناجر تاعي يطلع معي فى المينصة يشد معي الجوائز اللي ينفوز بيها نتمنى المناجر تاعي كين ما راكوا تشوفوا ابراهيم وفيش يمشي معي فى الشارع عادي علشان اروح ندير انا مناجر اللي مخبيو مخبي وleigh قاضية هذه هي قضية اكبر من ما يتوقع الناسEs Bel queriaْ تكطوه اوما zoom تجيب خبار من جريدة وترجموه وتحطوه لخوتك هناك أمور التي تتطلب لك البحث وتبحث وهذه الأمور على بالي نطول عليكم من ذلك في هذا الفيديو وإنما هذا الفيديو يطلبوا وقت يا خوتي يطلبوا وقت لكي تدخلوه والإنسان لا يوجد إمكانيات على هذه الخطرة على خطرة تشوفوني ننقل كل الأخبار نجيب لكم ونترجم لكم هذه هي الخدمة الأساسية الخدمة الأساسية هناك موضوع ونتحرر فيه كما موضوع جوناتان شميد كما موضوع رياض محرز كما اكتشفنا كل الوكيل وكما اكتشفنا وفهمتوا القضية ورا هي رايحة قضية هادو هما ننقوش عليكم أخوتي ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام